شهدين دلوقتي يجي معدنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة وكمان أهم المطشاط اللي هتتلاعب في الجولة الـ 22 من الدوري المصري والجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهتنزم وزارة الأوقاف عقب صلاة الترويح بمسجد عمر بن العزب القاهرة احتفالية بمناسبة ذكر انتصارات العاشر من رمضان ومن المقرر أن يوجه وزير الأوقاف كلمة في الاحتفالية حول جهود القوات المسلحة في انتصارات العاشر من رمضان ودورها في البناء والتنمية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن النهاردة عنوان خطبة الجمعة التانية من شهر رمضان المبارك هتكون عن الصوم وأثره في تربية النفس وشددت وزارة الأوقاف على الآئمة والخطباء الالتزام بالنص الكامل للخطبة في جميع مساجد الجمهورية النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 22 من عمر المسابقة هيلتقي فاركو مع أسوان الساعة 9 وربع وفي نفس التوقيت هيلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري العشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هيلتقي هوريا الغيني مع نادي فايبرز الأغندي الساعة 6 بالليل والساعة 9 مبارات الزمالك مع المريخ السوداني